نحن مطلقين أكيد مع كل أحبابنا في كل مكان وشمبات وغيرها من بقاع السودان حبيب مناطق كثيرة بتتميز بعضات وتقاليد مختلفة وجميلة ودلحك رح نفخر بها دائم أن السودان متنوع متعدد مختلف ولكنه بتتفق في الوحدة الوطنية بتتفق في الفكر الجميل والإحساس بالوطنية يعني ما بالك في الرقصات الشعبية اللي بتكون بتميز هوية أي منطقة التنوع ده اللي كان في كل ولايات السودان هو الشكل الإنسان السودان الواعد الجميل بسماحة نحن حنسافر معكم لجبال النوبة حنشوف تفاصيل مختلفة من الرقصات الشعوية الشعبية عفواً والهوية في جبال النوبة نتابع الطبيعة الجاذبة بمنطقة جبال النوبة التي تقع شنوبي السودان شكلت إنسان المنطقة وجعلت منه شخصية محبة للبيئة تجسد ما اكتسبته من هذه الطبيعة أينما ذهبت ولفصل الخريف وقعه الخاص في نفوس أهل المنطقة وكما جادت لهم الطبيعة بالبشريات قبلها فرحين شاكرين بأشكال وألوان مختلفة من تراثهم وإرثهم المكتسب من الطبيعة نفسها غرف تراث النوبة داخل السودان وخارجه بالرقصات الشعبية التي تكررت كثيراً في المحافل السودانية وخلافها وكانت من أبرز هذه الرقصات رقصة كيران الكنبلة واللعبة الشعبية المشهورة التي أحب سودانيين كثيراً لعبة السرعة التي نسبت لقبائل النوبة وصار صنوها سرعة النوبة برز ثقافات جديدة داخل إرث وتراث النوبة كما برزت أجيال من أبناء النوبة أخذت منحاً مختلفاً من ذات التراثة هنا اهتم هذا الجيل باختيار أزياء قد لا تشبه كثيراً الأزياء التي اعتاد أن يلبسها الفريق الراقص ونلاحظ أيضاً هنا الأدوات المستخدمة للتجميل عند النساء والرجال معنا تستمر لعبة النجارة لمدة ثلاثة أيام لدى بعض قبائل النوبة النجارة كغيرها من الثلاثة فهي تحرك الشباب نحو الزراعة أو الحصاد أو الفزع ولديها طقوس وأسبار خاصة فرغة شاة بوسنون اشتهرت وسط قبائل النوبة برقصة التريالو وهي رقصة أشبه برقصة الفروسية وفيها يصطاد أبناء الفرقة أو الجهة التي بها الاحتفال الدبوية وهي حيوان نادر لا يصطاده إلا الفرسان ولا يأكله إلا أصحاب الخبراء والكجور كما في قبيلة النوبة البخصة لها أصوات جميلة عندما تعزف داخل النفير سواء كان للحصاد أو الفزع أو الحرب وهي كما ترون تصنع من الجرع ولكن هنا للجرع أشكال متعددة البخصة تراث لم يقدمه أبناء النوبة في محافلهم كالكيران والكنبلة والسرع ولم يشاهده الكثيرون في السودان ولكنه الآن أصبح من أعظم الرقصات واللعبات الشعبية عند قبائل النوبة ومعظم المهتمون به من شرائع الشباب وللمخصة إقاعات وأصوات متمينة ترجمة نانسي قنقر